صباح الخير يا بنات عاملين ايه؟ النهاردة هنغير الرخامة بقى نخليها الجلاكسي. اه شوية تغير كده غيره من نفسية الواحد في ايام اللي اكتئاب اللي احنا فيها. اه انا بقى لكتير ما صورت الفيديوهات. لان كل شوية اخبار 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 صعبة جدا. ربنا يا رب يحفظنا ويحفظ ولادنا ويحفظنا جميعا. ويبعد عنينا اي شر. اه انا جبت الاستيكر دوت. اه من عند مستلزمات محل مستلزمات اللي هو باع التكاتج قطع غير التكاتج داية والاكسسوارات بتاعتها. اه جبت المتر بخمسة وعشرين. انا جبت المترين. اه ما استخدمتش المترين كلهم. انا خدت متر ونص بس. انت طبعا بتقيسي بقى يعني عن رخامة بتاعتك وانت بتجيبي. في منه الوان كتيرة في الدهبي وفي البيل وفي البينك وفي الفوشية. اه في الوان كتير اوى عنده في الابيض. بس انا قلت ايه غيرها الجالاكسي كده تغيير زيقتي من شكلها هشلها يعني. بس هو وسهل لازقه خالص انت بتشيلي وراء الورقة اللي لازقه فيها. وبتلزقي انا كان مديني بلاستيكة ما عندي كش مادكش البلاستيكة داية. اه اي فيزا من عندك او اي مصطرة. اه بتبتدي ان انت حتة حتة تلزقي. وتفضي الهوى دوت. اه ما تخليش الهوى يبقى متعبي. بتبقى مع بعيبة كده. بتبقى شكلها وحش. على قد ما تقدر يتفضي الهوى. اه حسيتيني لسه فيها هوى. ارفعي الجلات بالروحة خالص. اه والرجاع اللزقي تاني. مش هيحصل اي حاجة ولا هي هيقصر معاك في اي حاجة. بس الموضوع سهل خالص وبسيط يعني. بصوا انا بلزق اهو. بلزقها حتة حتة. كل ما حس ان حتة فيها هوى ارجع ارفع الستيكر كده بالروحة. والزقها تاني واعمل بالبلاستيكة دي اللي مدهاني. اه اخرج بها الهوى. بس بقى هو في عيب واحد وهو حلو كل حاجة وروحة ما شكلها ظريف وحلوة جدا. بس المشكلة ان اي حاجة ممكن اه تقع عليه بتبين. اه بجد حابة بقص موضوع غير من حابة ملح. اه حابة سكر ووقفة بتعملي حاجة ووقعوا فيها بيبنع على طول. فعايز ايدك في الرخامة طول ما انت وقفها. ما تخليش عليه اه اي حاجة. بس. انا خلصت اهو جزء كبير من الرخامة. ناقص الجزء الاخير دوت. اهو. هيتعبني شوية في ان انا ارفع فيه وارجع لزاقه تاني بحيس ان فيه هوا. بصوا. شلته ورجعت تاني رفعته وحطيته. وفيه من الحتة بتاعة سفل الرخامة ديت من ورا. اه وانا بعمل بالبلاستيكة اه اتشقت معي. ما فيش اي مشكلة ما تتضايقش. اه هاتي حتة ستيكر اسوى التاني. وحطيه عليه ازبوتيها كده. ولزقيها بالراحة. هتلاقيها تلزقت وما فيش اي حاجة بينها. اي اتزيادات بقى اللي تحت دي كلها. انا عندي رخامة عريضة شوية عن المطبخ. اه فانا من تحت كده لزقتها من تحت الرخامة. وابتدت بالسكينة. ان انا اساوي اي انا دخل السكينة ما بين المطبخ وما بين الرخامة. واقطع كل الزيادة دي كلها. بس وزي ما انتم شايفين اهي خلصت وبقت شكلها حلوة قوي. اه هنا بقول لكم هل حتة اللي هي تقطعت انا لزقت فيها. بس اي هوا شايفينه. ابتدي خرجي فيه. هيضيقك في حاجة. بيتبوص وغنن كده. ونغزيها بس نغزك كده. لو مش عارفة ان انت تخرج الهوا قوي. بس خلصت اهي رخامة وبقى شكلها ظريف وحلوة قوي. اه وفرشتها هي. يا رب تكون عجبكو. التغيير يكون عجبكو. اتمنى يا رب ان شاء الله تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو. اه واتجربوها. اغيروا من نفسياتكو شوية يا جماعة. يا حاجة زريفة و. يا زريف مش وحش خالص. اه يا رب تعجبكو يا رب حبايب. باي باي.